شارك الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية في الاجتماع سابع وثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح بارك الحجرف وخلال الاجتماع عارب معالي وزير الداخلية عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا ولأسرة آل الصباح الكرام في وفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستذكرين دور المغفور له بإذن الله في نهضة دولة الكويت الشقيقة وإسهاماته مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة المجلس ومواقفه النبيلة تجاه قضايا أمته ومناقبه في مجال العمل الإنساني متمنيا لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد ولدولة الكويت الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار كما أعرب معالي الوزير عن شكره لسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على الإعداد الجيد والترتيبات الناجحة لعقد هذا الاجتماع عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة كورونا وثمن معالي وزير الداخلية الدور الذي يقوم به جهاز الشرطة الخليجية والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي ساهم كثيرا في تحقيق أهداف الشرطة الخليجية وأدائها للمهام المنوطة بها وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تؤكد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني ومواكبة أعمال التطوير والتحديث للتعامل بإيجابية مع مختلف التحديات التي تعمل على استهداف أمننا الداخلي وفي ختام الاجتماع أشهد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو وقادة دول المجلس سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وحماية مكتسباتها وإنجازاتها ومصالح مواطنيها وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء بحثوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة كورونا كما أشهدوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها والحد من انتشارها كما بحثوا التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة والتوصيات التي رفعها أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الوزراء أشهدوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس وما يبديه من سبو وزارة الداخلية في دول مجلس التعاون ضباطا وأفرادا من إخلاص وولاء وعمل دؤوب ما ساعد على استثباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان وأضاف أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء أخذوا علما بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فيينا لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه ترجمة نانسي قنقر